مرتضى مطهر من تلامذة محمد حسين الطباطباء ومن تلامذة روح الله الخميني وكان الخميني يقول عنه من أنه ثمارة عمري رمز من رموز الاتجاه الفلسفي والاتجاه العرفاني في حوزة قوم وفي المذهب الطوسي هذا الكتاب من كتبه من محاضراته ومجالسه الملحمة الحسينية الأجزاء الثلاثة في مجلد واحد من الجزء الأول إلى الجزء الثالث هذه الطبعة طبعة طليعة النور إنها الطبعة الثالثة ألف أربعمية وثلاثين هجر قمري قموا المقدسة في الجزء الأول في الصفحة المئة حديثنا في أجواء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعنواننا ما بين مسارين المسار الكوثر والمسار الأبتر ماذا يقول مرتضى مطهر الذي قتل سنة ألف وتسعمية أو تسعة وسبعين ميلادي بعد انتصار الثورة الإسلامية الخمينية في إيران بفترة وجيزة في أوائل أيام نشأة الجمهورية الإسلامية في إيران يقول مرتضى مطهر فهل تتصورون أن الحسين بن علي جالس بانتظار من يأتي ليشفق عليه إنه يتحدث عن إقامة المجالس الحسينية وعن عقيدة الشيعة في أنهم يبكون ويقيمون شعائرهم الحسينية مؤساة للحسين صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذا فهل تتصورون أن الحسين بن علي جالس بانتظار من يأتي ليشفق عليه أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن صغار البشر لواسيها ويخفف من معاناتها بعزاء الحسين بعد مرور أكثر من ألف وثلاثمائة عام على تلك الفاجعة إنه يتحدث عن الزمان الذي كان يتحدث فيه لأن التاريخ امتد في أيامنا هذه إلى ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين للهجرة لكنه يتحدث عن أيامه قلت لكم الرجل قتل سنة ألف وتسعمية أو تسعة وسبعين ميلاد أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن صغار البشر ليواسيها ويخفف من معاناتها بعزاء الحسين بعد مرور أكثر من ألف وثلاث مئة عام على تلك الفاجعة هذا المنطق ما هو بمنطق خاص بمرتضى مطهري هذا منطق الكثيرين والكثيرين في أجوائنا الشيعية الأحزاب الشيعية القطبية المنظمات والحركات الشيعية القطبية في العراق في لبنان في الخليج وفي إيران في سائر مناطق العالم الشيعي حيث ما كانت هناك أحزاب منظمات حركات مجموعات قطبية تعمل عملا سياسيا دينيا الأعم الأغلب اللم يكونوا جميعا يتحدثون بهذا المنطق وبهذا الحديد في أجوائنا الشيعية النجفية محمد باقر الصدق يتحدث بهذا المنطق تلامذته عموما يتحدثون بهذا المنطق أحمد الوائلي يتحدث بهذا المنطق مرتضى العسكري يتحدث بهذا المنطق محمد علي التسخيري محمد مهدي شمس الدين و و و قطعا على رأسهم محمد حسين فضل الله والذين على شاكلته من عمائم لبنان من عمائم الخليج ومن عمائم إيران هذا المنطق منطق قذر وسخ ينتشر في الأجواء الشيعية ومنذ خمسينات القرن الماضي منذ خمسينات القرن الماضي حينما انتشر الفكر القطبي النجس اللعين في الوسط الشيعي عبر كبار علماء الشيعة وعبر كبار مفكري الشيعة ولا هم علماء ولا هم مفكرون ولا بطيخ ولا قنادر لكن هكذا يقال عنه فهذا المنطق منطق منتشر إنه المنطق الطوسي القطبي في الوقت نفسه القذر الوسخ منطق دين العترة الطاهرة هو هذا كامل الزيارات لابن قولوي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 368 للهجرة والمتفون في الكاظمية الشريفة بجوار الإمامين الكاظمين الجوادين صلوات الله وسلامه عليهما هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران إنه الباب السادس والعشرون حديث طويل في الصفحة الخامسة والثمانين إنه الحديث السابع عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ بعضا من الحديث الحديث طويل الإمام يتحدث في أجواء الحزن على سيد الشهداء فيقول لأبي بصير فقد طال بكاء النساء إنه يتحدث عن نساء العترة الطاهرة عن نساء آل محمد فقد طال بكاء النساء وبكاء الأنبياء والصدقين والشهداء وملائكة السماء ثم بكى بكى الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى أن قال يا أبا بصير يا أبا بصير أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة لاحظوا هذا المنطق ولاحظوا منطق هذا الفيلسوف العارف لكنه مهما تفلسف ومهما تعرفنا أي صار عرفانيا هو في الآخر طوسي 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 هكذا يقول أو العياذ بالله إنه يعوذ بالله من هذه العقيدة أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا إلى آخر كلامه السخيف هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في أوثق مصادرنا هذه الأحاديث أحاديث العثرة الطاهرة بالنسبة لي أنا أقطع بصحتها لا أبالي بما يقوله سفلة النجر أولاء الحمير الذين تلاقبونهم بالألقاب الطويلة العريضة لا أبالي بهؤلاء من هؤلاء الذين يرددون مثل هذه السخافات هذه سخافات مطهر هي هي سخافات محمد حسين فضل الله وهي هي سخافات محمد باقر الصدر وسخافات تلامذته هذه سخافات حزب الدعوة الإسلامية وسخافات منظمة العمل الإسلامي ثم قال لي يا أبا بصير الإمام الصادق يقول لأبي بصير يا أبا بصير أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة أبو بصير يقول فبكيت حين قالها فما قدرت على النطق فبكيت حين قالها حين قال له يا أبا بصير أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة فبكيت حين قالها فما قدرت على النطق وما قدر على كلام من البكاء هو أيضا الإمام لما ذكر فاطمة وبكى أبو بصير الإمام أيضا أخذ يبكي ويبكي وما قدر على كلام من البكاء ثم قام إلى المصلى يدعو فخرجت من عنده على تلك الحال فمن تفعت بطعام وما وما جاء النوم إلى آخر كلامه يا أبا بصير أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة هذا هذا الفيلسوف العرف إش جاي مسلة هذا جاي سرب في الباب في الباب السابع والعشرين إنه إنه الحديث السادس عشر حديث طويل عن عبد الملك ابن مقر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول إذا زرتم أبا عبد الله إذا زرتم الحسين إذا زرتم أبا عبد الله فالزم الصمت إلا من خير الحديث طويل لماذا يا ابن رسول الله إذا زرتم أبا عبد الله الصادق يقول إذا زرتم الحسين فالزم الصمت إلا من خير الحديث طويل في الصفحة الثانية والتسعين يحدثنا عن أمه فاطمة وإنها لتنظر إلى من حضر منكم تنظر من عليائها وإنها لتنظر إلى من حضر منكم فتسأل الله لهم من كل خير هذا أدب بين يدي فاطمة هذا يعني أن فاطمة تتواصل معنا لكما سربت هذا الفيلسوف العارف والذين على نفس هذا النهج من أصحاب العمائم الطوسية الوسخة القذرة تلاحظون الفارق الكبير بين منطقي دين العترة الطاهرة ومنطقي الطوسيين السفهاء الإمام الصادق هكذا يقول إذا زرتم أبا عبد الله فالزموا الصمت إلا من خير لماذا يبنى رسول الله لماذا يبنى أمير المؤمنين وإنها إنها فاطمة صلوات الله عليها وإنها لتنظر إلى من حضر منكم فتسأل الله لهم من كل خير فاطمة على تواصل معنا لماذا لأنها القيمة على الدين وذلك دين القيمة فاطمة هي القيمة على الدين وأهل الدين بس سحنوية من نحشي دورنا على آدم نحشويا ما لقيل قمنا ندور إنا على مطي نحشويا لحد الآن هم ما لقيل هس على الأخر يا جماعة فرد مطي فرد مطي نتفاهم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر